الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تثني الحكومة الألمانية عن دعمها المطلق لإسرائيل وهنا يثار التساؤل حول تناقض السياسة الألمانية في دعم المحتل لأرض ليست بأرضه فهل الماضي الألماني من النازية هو المحرك الرئيسي لصراخ القادة الألمان بأعلى صوتهم بأحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها مهما ارتكبت من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني أم كان الأجدر والأكثر اتصاقاً مع مبادئ حقوق الإنسان الألمانية أن تقوم برلين بغسل يديها من جرائم الماضي عبر منع عدوان جيش الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى عكس خطاب القادة في الغرب الذي شهد تحولاً ملحوظاً صوب الكارثة الإنسانية في القطاع فلم يتزحزح خطاب المستشار الألماني أولف شولتس ووزيرة خارجيته وذلك عبر تأكيدهم الدائم بأن مهمة ألمانيا هي ضمان وجود إسرائيل وأمها ورفض الوقف الفوري لإطلاق النار الدعم الألماني شهد قفزة في صادرات الأسلحة إلى تل أبيب بعدما أعطت الحكومة الاتحادية أولوية للموافقة على طلبات تصدير المعدات العسكرية لإسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر ولم يسلم الأبرياء في غزة وحدهم من هذا الدعم المطلق بل وصل الأمر إلى تهديد المناصرين للقضية الفلسطينية في الشارع الألماني بتهم فتفاضة مثل معادات السامية والإرهاب والتلويح بترحيلهم وبينما يموج الشارع الألماني بآلاف المتظاهرين المطالبين بإنهاء العدوان يعجز لسان قادة ألمانيا عن المنادات بوقف إطلاق النار ليستمر النزيف الفلسطيني يوماً بعد يوم